هذا وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني قد أكد أن الحكومة الشرعية لا يمكن أن تتخلى عن ميناء الحديدة وشدد في تقريداتنا على موقع وإزارات الخارجية اليمنية على تويتر على ضرورة التمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 وتسليم ميناء الحديدة إلى الحكومة الشرعية أضاف أن الحكومة وضعت مبادرة من أربع نقاط تقوم على خروج الميليشيات الانقلابية من الساحل الغربي بالكامل تسليم المنطقة للحكومة الشرعية على أن تشرف الشرطة على أمن المدينة تحت إدارة وزارة الداخلية ويكون الميناء تحت إشراف وزارة النقل وتحويل موارد الميناء إلى البنك المركزي في عدن كما أشار إلى أن القرار البريطاني غير مناسب في الوقت الحالي وأن اليمن ليس بحاجة للمزيد من القرارات بل الحسم وإنهاء الانقلاب